انطلقت اليوم جلسة متخصصة للجنة التعليم ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ونقشت اللجنة وقضايا التعليم قبل الجمعية وذاكرت إدارة الحوار أن الغرض من الجلسات التخصصية هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر لتنفيذ تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني ومن ثم رفعها لرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة كان النقاش حوالين مجموعة من الحاجات في التعليم حاجات ليها علاقة بالتمويل الأهلي لعملية التعليم إزاي نضفر المشاركة المجتمعية جوا التعليم بحيث نساهم مع الدولة في أنه يتقدم دعم مالي وأنه القطع الخاص هو كمان يشيل في ظل التحديات الاقتصادية اللي بتمرديها البلد كان فيه كلام عن ساعات أو أيام الدراسة هل تزيد شوية هل تفضل زي ما هي الدراسة تبدأ واحد تسعة آخر تسعة طيب ولا هل نتكلم عن ساعات الدراسية مش الأيام إنه نجود الساعات ونحسنها وتزيد شوية في ظل نفس العدد من الأيام كان فيه أراء مع زيادة الأيام وكان فيه أراء مع مسألة العدد الحقيقة أنا تكلمت على إنه المدرسة تبقى هي وحدة التعليم الأولى والوحيدة في البلد في محاولة أن نحن نقلل ونقضي على مسألة الدروس الخصوصية اللي بينفق فيها أموال كتيرة جداً وبيحصل بسببها تصرب من المدارس عشان الناس تروح الدروس الخصوصية حقوق المعلمين نتكلم فيها النهاردة وتكلمنا في بعض النقاط فيها شكل المناهج بعض المعوقات اللي بتعوق العملية التعليمية إزاي نتغلب عليها ونحل هذه المشاكل الاستماع جداً للمعلمين كيفية الاستفادة القصوى من التوقيطات الزمنية بتاعة العام الدراسي نحن عندنا عام دراسي يتكون من حوالي 200 وحاجة يوم دراسي يحتاجين يكون فيه بنشوف لو ينفع نزود عرض الأيام لو ينفع نخلي المدارس تعمل بكفاءة أكبر في فترات كل دي حاجات طرح للنقاش دلوقتي ولكن لا ما يتم البد فيها هيتم إن شاء الله في آخر اليوم خروج ورق التوصيات لهذه الموضوعات أحد أهم الجلسات في الحوار الوطني لأنه بنناقش فيه دقائق الأمور وكل ما يتعلق بركائز العملية التعليمية في التعليم قبل الجماعة نتكلم عن المعلم وما له وما عليه نتكلم عن الطالب وإحتياجاته وإشباع رغباته نتكلم عن بيئة التعلم اللي هي المدرسة البيئة التعليمية المؤسسة التعليمية نتكلم في كل ما يتعلق باستكمال وجهة النظر في التعليم قبل الجامعي طبقا لمشروع القانون المقترح من السيد رئيس الجمهورية المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والبحث العلمي فبالتالي احنا أمام جلسة هامة جدا وجلسة تخصصية دقيقة جدا نناقش فيها كل معضلات ومشكلات وهموم المواطن المصري والأسر المصرية فيما يتعلق بمرحلة التعليم قبل الجماعة كان الكلام كله على بعض الحاجات أو التعديلات اللي ممكن ترفع بالعملات التعليمية في مصر ونساعد على بعض المتطالبات اللي مطلوبة في النهوض بالعملات التعليمية ونساعد وزارة التعليم بأنها تقدر تدي منتج جيد للطالب المصري فمن أهمها كان رقم واحد فيها طبعا وده الهنصر أساس المعالم المصري اللي هو الارتقاء المادي بيه والارتقاء المهني بيه من حيث الدورات التدريبية النحية المادية أن احنا نقدر نتحاور النهاردة أنا عندي فجوة في راتب المدرس نفسه عندي فجوة في المميزات المالية اللي بيأخدها والخصومات اللي بيتم عليه بين 2014 و 2016 فازاي نعمل توازن بين ده ازاي نقدر نوصل بالمعلم إنه مبقاش فيه احتياج إنه يقدر يطلع بره ويحتاج دروس خصصية وسناتر ده رقم واحد اتنين كلنا بنتكلم عن المنهج وده طبعا كلنا عاوزين في بعض التعديلات من خبراء مصريين عن قل خالص يقدروا يقول لي إن المنهج ده تماشى مع الطبيعة المصرية والطفل المصري مع الهوية المصرية كما انطلقت اليوم جلسة متخصصة للجنة القضية السكانية حيث نقشت تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية هذا ويشارك في الجلسات التخصصية عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة بس مرميينة